مملكة البحرين مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والعميد الركن أحمد حمد الرواعي الملحق العسكري بسفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وطاقم قيادة سفينة الدورية سفينة مملكة البحرين الزبارة من سلاح البحرية الملكي البحريني وممثل من شركة بي اي سيمنز سيستمز الجدير ذكره أن سلاح البحرية الملكي البحريني أصبح اليوم أحد ركائز القوة الأساسية للوطن وذلك لما وصلت إليه كافة تشكيلاته ومنظوماته من تقدم وتطور وتكامل على مختلف الأصعد والمجتويات مجسدا بذلك الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فهذه القوة البحرية الضاربة التي تحوي السفن الحربية المقاتلة الحديثة والسفن الإدارية المتطورة وسفن النقل والتدريب المتقدمة فضلا عن الفرقاطة صبحة لتعيد لمملكة البحرين ذلك التاريخ البحري العريق الذي يزخر بالكثير من الوقائع والمعارك الحربية التي قام بها الأسطول البحريني على مر العصور فقد كانت البحرين تمتلك أسطولا بحريا من أكبر الأساطيل في المنطقة لحقبة طويلة من الزمن وانضمام هذه القطعة البحرية الحديثة سفينة مملكة البحرين الزبارة لسلاح البحرية الملكي البحريني يبعث على الفخر والاعتزاز واسم هذه السفينة يرتبط بمنطقة عزيزة على كل بحريني وهي الزبارة التي أسسها الخليفة الكرام خلال حكمهم لشبه جزيرة قطر وكانت الزبارة حاضرة سياسيا ومركزا تجاريا واقتصاديا مزدهرا ومدارة شامخة للعلم والثقافة وواجهة رئيسية في الخليج العربي وتشكل جزءا أصيلا من أراضي مملكة البحرين حيث كانت الزبارة عاصمة دولة الخليفة في كل من شبه جزيرة قطر وجزر البحرين ترجمة نانسي قنقر